بنا يدينا في هذه المناسبة في هذا الشهر الكريم ثلاث فرص ثلاث فرص ذهبية الفرصة الأولى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه فرصة فرصة الثانية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرصة الثالثة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وغفر هنا يعني إيه يعني الكبائر ومن باب أولى الصغائر مهاش محددة من قبل بقى الصغائر فقط لا غفرة هنا يعني مدائب إذن العبد يقبل على الله إحنا في يوم جمعة ويوم عيد ده دي الشهر الكساية إجابة كمان نعم وللصائم دعوة لا ترد للصائم دعوة لا ترد طول شهر رمضان طيب مع الأفضلية دي في هذا الشهر يأتي في هذا اليوم المبارك ربنا يجمع لنا بين بين هذه شرف الزمان في الشهر واليوم اليوم يوم جمعة يوم عيد وكذلك فيه ساعة إجابة لا ترد فيها الدعاء لا يرد فيها الدعاء يبقى الإنسان بينتهد هذه الفرصة مع شرف زمان الشهر وشرف زمان اليوم وبيكتهد في الطاعة والعبادة إذن إحنا عندنا للصائم دعوة لا ترد حتى يفطر طيب أنا أجي قبل المغرب في هذا اليوم كده بساعة واعتكف في مكان كده ومع الله عز وجل قل وكده مع الله عز وجل أن لي حاجات عند ربي عايز أطلبها أن لي عايز قضاء حوائج أن لي فيه أمور بتمناها وبرجوها يبقى أقعد كده مع ربي بقى كده في الوقت ده احنا في رمضان وفي يوم جمعة وقبل الغروب والصائم دعوة لا ترد حتى يفطر وكذلك طبما تكون هذه هي ساعة الإجابة يوم الجمعة يبقى أعتكف مع ربي كده وأخله مع ربي ويبقى فيه دعاء وتضرع وأطلب بقى كل اللي أنا عايزه من ربي كل واحد له حاجات وكل واحد له متطلبات وكل واحد له رجاء عند الله اللي عايز يغفر مغفرة الزنوب اللي عايز قضاء الديون اللي عايز تيسير الأمور اللي عايز كرفع الكربات اللي عايز رفع الهم والغم وإلى غير ذلك لأن الساعة دي هي ساعة فرح سيدنا النبي قال لنا شوف بقى مع الحزن والألم اللي بيحوط بالناس للصائم فرحتان للصائم فرحتان الفرح ده هيزيل هذا الهم والغم فرحة هنا وفرحة هناك فرحة في الدنيا عند فطرة يا سلام لما يجي كده بقى وقد أتم الله له هذا اليوم المبارك ودع فيه وتوسل إلى الله وتضرع إلى الله وصل الجمعة وذكر الله عز وجل وقرأ قرآن وبكى لربه في هذا اليوم ويأتي بقى كده عند أذان المغرب ربنا وفقه لهذا العمل وربنا وفقه للصيام وربنا أحل له من الطعام ما كان محظورا وممنوعا منه طول النهار يبقى يفرح بهذا فرح شديد الفرح ده بينسيه كل الآلام وبينسيه كل الأحزان وبيرفع عنه الهم والغم ويجي في يوم في الأخرة شوف بقى فضل الشهر ده وفضل الصيام في الحقوق بين العباد بتبقى مقصة في الأخرة كده يعني أنا ظلمت فلان وتكلمت في حق فلان فيأخذ حسناتي حتى أقضي ما علي طيب يجي إنسان قضى يعني ما عليه وما زال عليه ديون لكن بقي له في ميزان ثواب الصيام الصيام يجي يشفع بقى يقول يا رب لا أنا عايز تبقي ثواب الحسنات دي لهذا الإنسان ما يخدهاش غيره ما يخدهاش غيره ما حدش يخد منها آه سيدنا سوفيان ابن عينة يقول إن ثواب الصيام حسنات الصيام يؤوم رب العالم طب ما هو يا رب ما زال عليه ديون لسه ما عليه ديون عايز يسددها للناس وما عادش الذي يؤوم رب العالمين يتحمل ما عليه للعباد ويبقي ثواب الصيام له فيفرح عند لقاء ربه ببقاء ثواب الصيام له لا ينتفع به إلا هو يا سبحان الله